السلام عليكم ورحمد الله معكم موطسي من غناة تقنية الاندرويد في موضوع اليوم نشرح اربع وظائف في طبق واحد وهي وظائف ممكن تستفيد منها استفادة غزوة في الهاتف وأتمنى انك تستخدمها بالطريقة الصحة في الهاتف قبل ما نبدأ في شرح البرنامج أتمنى من أي شخص يزارنا للغناء لأول مرة نتمنى منه الاشتراك في الغناء لدعمنا وأستمار لقدامنا تقديم المزيد من الخدمات إن شاء الله فاز الصغير ونمشي لموضوع اليوم موسيقى طيب زي ما شايفين امامنا واجهة البرنامج هو مدينو اربع وظائف في الشاشة الرئيسية بالنسبة للبرنامج هي الوظيفة اللولة بالنسبة لي مسجل المكالمات بنمشي للتيري سوى ستنك بالنسبة لي مسجل المكالمات مدينا الاقسام إذا كان نحب أن نعمل تسجيل لجميع المكالمات والمكالمات الصادرة أو المكالمات الواردة وفي المسجل المدينا التنصيق للصوت وجودة الصوت وممكن هنا في الاسفل ممكن نحدد جهة الاتصالة نحن نعمل منها تسجيل بالنسبة لي المكالمات ممكن عادي تختار اي جهة من الجهات الموجودة عندك في الهاتف ممكن تعمل تسجيل بالنسبة لي المكالمات اذا كان صادرة او واردة من الجهة الاخرى الوظيفة الثانية زي ما شايفين امانو هنا برضو مدينا تسجيل صوت يعني برضو وظيفة مهمة جدا ممكن تسجيل تسجيل صوت وممكن ترسله لأي شخص في جروب او في رسالة صوتية حسب الشيالي انت عاوزي بالنسبة لي رسالة للتسجيل الصوتي مدينا برضو بنفس الوظائف في الوظيفة اللولي اذا كان في التنسيق وجودة الصوت وفي الاسود برضو مدينا بالنسبة لي الاختار اذا كان حابينك تعلم لي علامة الاختار في بداية التسجيل وفي نهاية التسجيل في الوظيفة التالتة وهي برضو يعني من الوظائف الخطيرة جدا يعني واتمنى انك تستخدمها بما يرضي الله بالنسبة لي المسجل للفيديو هنا مدينا بالنسبة لي مسجل الفيديو اذا كان بالعالة الخلفية او الالة او الالة امامية بالنسبة لي الكاميرا اذا كان خطو الكاميرا خلفية او كاميرا امامية او برضو مدينا جودة للصورة اذا كان جودة عالية او متوسطة وهنا برضو مدينا عرض الاختارات بالنسبة لي بداية التسجيل بالنسبة لي الفيديو وفي الوظيفة الرابعة هي برضو من الوظائف المهمة جدا الممكن تسجل بها الشاشة الهاتف الخاصة بكم وممكن تبعاتها لأي شخص حبي انه تشرح له شي معين في الهاتف اذا كان في تطبيق ممكن استخدامه وكيف ممكن يسجل فيه وكيف المهم حسب الشيء اللي انت عاوزه يتسجل في الشاشة هنا مدينا جودة للفيديو معدل بس الفيديو اطار في الثاني الواحدة يعني كمية من الخيارات بالنسبة لي التسجيل الشاشة هي لالتسجيل بنمشي لالسيتنج زي ما شافينا مامنا طبعا هو البرنامج بي حسب اللغة الانت مستخدمة في الهاتف اذا كان انجليزي او عربي حسب الشيء اللغة طبعا هو اردي بيكون بي اللغة الغية بالنسبة لي الهاتف وممكن تعمل برضو اذا كان حابي انه التطبيق ما يستخدم اي شخص ممكن انت عمل له كلمة مرور معينة في التطبيق بدون اي شخص انه يقدر يتحكم في البرنامج من خلالك والافضلية بالنسبة لي تسجيل المكالمات برضو ممكن تعمل الافضلية في البرنامج ممكن تعمل لي تسجيل المكالمات طبعا تسجيل المكالمات من ناحية الواردو ومن ناحية الصدر بالنسبة لي الافضلية لسجيل المكالمات في البرنامج ما اظن نكون فوق شيء تاني لكن اتمنى انك تستخدم استخدم الاربع وظائف بما يرضى الله في الهاتف الخاص بك لحد هنا زرت الدرسية انتهى وأتمنى أن من أي شخص زرنا في الغناء لأول مرة نتمنى منه دعمنا بالاشتراك في الغناء وعمل لايك للفيديو إذا أمكن زالك وأشوفكم في أمان الله